روح يا حضرات لي ملف مختلف بيستعد منتخبنا الوطني للجودو عشان هيشارك فيه منافسات بطولة العالم للشباب المقرر اقامتها ان شاء الله في الفترة من 4 وحتى 7 اكتوبر المقبل هتتلاعب فعالياتها في البرتغال طبعا بطولة مش محتاجين نقول لحضراتكم الى اي درجة هي بطولة مهمة وبالمناسبة عايزين نعرفكم من المنتخب خاض قبلها مجموعة من المعسكرات الداخلية القوية جدا طبعا استعدادا للمشاركة في البطولة دي وحنشارك فيها ان شاء الله بسبع لعبين اما منتخب الكبار برضو الجديد بالذكر انه كان فاز مؤخرا بكأس البطولة الافريقية للكبار بعد ما فاز باجمالي 8 ميداليات بواقع 3 ميداليات دهبية و2 فضية و3 ميداليات برونزية بعد منافسة قوية جدا مع منتخبات شمال افريقيا طبعا ابرزهم المغرب وتونس والجزائر شوف بقى بقالنا يمكن كذا اسبوع مش كذا يوم بنتكلم عن النماذج النجحة للبطلات المصريات وكنا اخر حاجة تكلمنا فيها واخر نموذج كان هنجودة لو انت فاكر نموذج اخر رائع جدا برضو ذكرناها وكلمنا عنها اكتر من مرة وكانت دفتنا في اول حلقة في 10 صبح تقريبا او في اول اسبوع في 10 صبح في الاهلي تحديدا انا بتكلم عن المصارعة المصرية البطلة هنا سمر حمزة اللي قدرت ان هي تتصدر التصنيف العالمي اللي اعلنه الاتحاد الدولي واحتلت سمر المركز الاول عالميا في منافسات انا بتتكلم وزن 76 كيلو وتقدمت بالوزن ده او بالتصنيف ده كمان على جميع المنافسين يا كريم وحفظت كمان على تصدرها للتصنيف يعني فاعتقد شيء محترم جدا وخليه اقول لحضراتكو كمان سمر توجد بالميدالية الذهبية بمنافسات وزن 76 في البطولة الافريقية للمصارعة واستطاعت كمان هي تصعد على منصة تتويج بطولة العالم للمصارعة للعام التاني على التوالي واصبحت هنا بقى بص بقى اول مصرية تصل للمباراة النهائية في بطولات العالم للمصارعة يعني هي صنعت التاريخ احنا بنتكلم دلوقتي كخبر سريع بس هي سمر حمزة صنعت التاريخ التاريخ اتكتب دلوقتي بتتكلم عن اول مصارعة وبطلة مصرية بتحقق هذا الرانكينج ده شيء محترم جدا جدا وكمان على مستوى بنتكلم اللاعبين واللعبات النصريين تحديدا سمر اصبحت اول من يتأهل لنهائي بطولة العالم للمصارعة من 16 سنة بجد سعيدة بيها جدا لما وقتها كان في تتويج لمحمد عبدالفتاح لو كان بوجي لو انت فكره بالذهبية كان 2006 فاللي حققت ده بص بعد كم سنة سيدة او بنت فبجد سمر نموذج رائع بالتوفيلة في كل المنافسات والبطولات اللي جاية بس هي فعلا نموذج يعني نسائي ورياضي محترم واتمنى يكون عندنا منه كتير مش بس نموذج واحد يظهر مثلا منه تلاتة او اربعة في رياضات مختلفة كل كم سنة لان اتمنى ان ده يكون بشكل كبير لان فعلا دلوقتي انت عندك البيئة والوعي والمجتمعي اللي يقدر يساعدك في ده يمكن زمان كان فيه تحديات اكبر وكان فيه رفض شوية مجتمعي دلوقتي مفيش الكلام ده تتكلم كمان عن رياضات يطلق عليها رياضات رجلية او مثلا لها الحاجات يقولك لما البنات مفروض تبقى بعيدة شوية عنها مش الكلام ده يعني الرابط ما كانش بس مجتمعي ده كان أسري في كتير من الاحيان يعني ياما كان فيه أسر عندهم بنات فعلا ممكن يبقوا متفوقات في رياضات مختلفة مثلا زي السباحة مثلا زي الجنباز ولكن الاعتبارات معينة في بعض الأسر كانت لقى عندها تحفظات على ان بنتهم تمارس النوع ده من الرياضة لكن اعتقد ان الفكر ده فعلا بدليل ان احنا كل يوم التاني اصلا بنستعرض مع حضراتكم يعني أسماء وإنجازات بطلات نصريات في رياضات مختلفة طبعا حاجة تسعيدنا جدا ومصرع كريم انا فكرة زمان لما كنا منلعب كورا كنت بقول لحضراتكم لسا مبارح كنت بلعب كورا عندي 13-14 سنة كان وقتها الفكرة بقى الكلام ده مش من زمان قوي يعني بس يعني كان بيت قولي أولي الخمسينات أولي الخمسينات أتعرف انها حاجة وسبعين دلوقت كان وقتها يعني الناس اللي حوالين أهلي وهو ناس من عائلتي إيه ده وليه كنت قدم وكلام بقى لهو إيه ده التبدول حيتجاوزه أزاي دلوقتي بعد كده كان المصرع يعني إيه بلعب كورا حيتجاوز أزاي والمصرع جاوز إيه العلاقة يعني ملاش أي علاقة على فكرة دي رياضة ملاش علاقة أن البنت تفقد مثلا يعني أنوثتها أو غير ملاش علاقة على فكرة دي رياضة أنا ممارسة ملاش علاقة بي خالص أو بتكويني يعني والعكس صحيح بالمناسبة كان فيه ناس برضو بتنتقد الولايد اللي كانوا بيلعبوا جنباز يقولك شوية فامنا لا ماهاش علاقة أبدا يعني مش مقياس مافيش حاجة بسمها كده فستيريو تايبينغ ده بتهايه اللي اختفى شوية وبنسبة كبيرة في مجتمعنا كويس انه اختفى لأنه عطلنا ستين كتير بدي حياة